المشاورات الدولية وبأعلى المستويات تتواصل لحل الأزمة في سوريا العنوان العريض للتعاون العسكري السوري الروسي الإيراني هذا شهد تطورا ملحوظا في تسريع وطيرة اللقاءات الدولية تمهيدا لاجتماع أستنى الرابع في طهران لقاء ثلاثي على مستوى الخبراء للدول الضامنة الثلاث لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا الجانبان الروسي والإيراني حدد بعد الاجتماع الأخير مع دمشق الخطوط الحمراء التي لا يسمح بتجاوزها خاصة بعدما شهدته الساحة السورية من تطورات أخيرة تمثلت بالعضوان الأمريكية على قاعدة جوية في سوريا أي محاولة لدعم الإرهابيين وعرقلة تقدم الجيش العربي السوري ومسار المصالحات والتسويات كانت ولا تزال غير مقبولة أبدا من قبل الإدارة الأمريكية أو من جهات إقليمية تابعة لها كالنظام التركي الضامن للجماعات الإرهابية مسألة مراقبة تنفيذ وقف الأعمال القتالية تدخل أيضا على سكة اللقاءات الدولية لتوسيع مساحة التمثيل فيها وزير الخارجية الكزاخستاني خيرات عبد الرحمنوف أكد على ضرورة توسيع دائرة الدول المراقبة لتشمل دولا عربية ومن الاتحاد الأوروبي الصفة المراقبة لا تقل أهمية أبدا عن مهام الدول الضامنة لطالما سيجري العمل فيها ضمن سياق النزاهة والموضوعية وصوابية تقييم الأمور وعلى الدول المستعدة للمشاركة أن لا تغيب عنها هذه الصفات وإلا كان العمل الدولي بالتأكيد خدمة للإرهابيين أستنى تنتظر عقد جولة جديدة لبحث الملف السوري وعلى ضوئها تتشكل بوادر عقد جولة أخرى من حوار جينيف لإيجاد حل سياسي حل تتحدد ملامحه بتوضيح المواقف الأمريكية والأممية أمام الموقف الروسي أدى عمل الحل السوري الواضح بلقاء مرتقب في جينيف